راجل نيجيري شغال مدرس قال يجرب حظه في الجواز واشتغل داعية إسلامي ومع الوقت صيته سمع وزارة شهرته وبقى ولا الفنانين الراجل ده اسمه محمد أبو بكر واتجوز من 107 سيدة وأنجب 150 ابنه ابنه ولما تعرف اللي عمله اتقبض عليه بس خرج بعدها وكمل في نفس الطريق يترى من هو محمد أبو بكر وإحكايته وسبب جوازاته الكتير محمد بلو الشهير بأبو بكر اتولت في نيجيريا سنة 1931 ومن صغره وهو بيحب الستات وبعد ما خلص درسته اشتغل مدرس وبعدها درس من جديد وبقى إيمام وخطيب أحد المساجد ومع الوقت اتطور الموضوع وبقى داعية إسلامي وبيجمع الناس وبيقول لهم دروس وخطب دينية وسنة 2008 ظهرت وسائق سرقية بتثبت أن داعية محمد أبو بكر متجوز 86 مرة وعنده 150 ابن وابنة منهم اللي عايش معاه في نيجير ومنهم اللي عايش في العاصمة الموضوع عمل ضجة كبيرة في نيجيريا وخصوصا أنه داعية مشهور وعمره 92 سنة وبدأ يراجع وراه ويعرفوا حكاية جوازاته الكثير المفاجأة أن بعض البحث في السجلات اكتشفوا أن كل زوجاته لسه على زمته وبيتدعي أن جوازاته كلها كانت من وحي ربنا وتعرض انتقادات كبيرة جدا ورجال الدين في نيجيريا اتهموه بانتهاك تعليم الدين الإسلامي اللي حلل للراجل أنه يتجوز أربع مرات بس وبشروط وضوابط كمان مش مجرد أنه حابب يتجوز تاني وتالت ورابع كمان افترضوا أنه بحكم أنه داعية إسلامي كان مفروض أنه يكون قد المسئولية ويعامل زوجاته بمساواة وبالتالي هو فجهة نظر الدين منتهك لأوامر ربنا ومن الواجب أنه ينفصل عن 82 زوجة من زوجاته لكن محمد بلو ما عجبوش الكلام وما شافش نفسه غلطان بل بالعكس شاف أن الدين الإسلامي ما ذكرش أي نوع من أنواع العقاب اللي بيتجوز أكتر من أربعة وقال الراجل النجيري أنه كل واحد حر ويعدد في جوازاته زي ما هو عايز وتصريحاته تسببت في الأبضى عليه من المحكمة الشرعية المحلية ما سبع لفترة قصيرة أفرجوا عنه بشرط أنه يكتفي بأربع زوجات لكن هو تجاهل الكلام ده تماما وبمجرد ما خرج فضل يتجوز تاني لحد ما بقى عدد زوجاته 107 وانفصل على 10 بس منهم وفضل على زمته 97 سيدة وقال إنه ما عندوش مشكلة يتجوز تاني طالما ده أمر من ربنا ليه فلازم يستجيب لأوامر ربنا خصوصا إن الستات هي اللي بتجري وراءه بسبب شهرته وبتطلب منه الجواز فهو يعيني ما بيقدرش يرفض لهم طلب الغريب في الموضوع إن الراجل ده ما كانش بيشتغل ولا حتى زوجاته بيشتغلوا والجيران استغربوا إزاي بيقدر يصرف عليهم وعلى أولاده وانتشرت شائعات بتقول لإنه بيخلي ولاده يشحته بس هو أنا فالكلام ده وقال إن ربنا بيرزقهم ورغم جوازاته دي كلها إلا إنه ما بينصحش الرجالة يعملوا زيه لإنه صعب الراجل يتحكم في أربع ستات فما بالكم بقى بـ 97 مؤخرا انتشر خبر وفاة أبو بكر عن عمر 93 سنة وساب وراه 97 زوجة ومية وخمسين ابن وعدد مجهول من الأحفاد وأحفاد الأحفاد قولونا في التعليقات رأيكم في تصرفة داعي نيجيري